السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث بالمدارس الصناعية قسم الإلكترونيات أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم في بيتنا مدرسة إن شاء الله النهاردة هنتكلم مع بعض في مادة التحكم الإلكتروني وهنتعرف برضو مع بعض على المنهج الدراسي بيتكلم عن إيه زي ما خدنا في الحلقات اللي فاتت يعني مقدمة على المنهج والتعريف بالمنهج بشكل عام إحنا لسه في الحلقات اللي احنا بناخدها دلوقتي بنتكلم بشكل عام على المنهج وبنعرف أولادنا الطلبة والطالبات بإيه اللي هيدرسون إن شاء الله في العام الدراسي المقبل في الحلقات اللي فاتت كنا عملت مقدمة عن التحكم الإلكتروني واتكلمنا بشكل عام على الباب الأول وكان بيتكلم على استخدامات الحاسب في التحكم وحلقة قبلها اتكلمنا على العناصر الإلكترونية اللي بنستخدمها في التحكم الآلي إن شاء الله النهاردة هنكمل برضو مع بعض سلسلة الحلقات اللي احنا بدأناها زي ما قلنا وبنتكلم فيها بشكل عام عن المنهج هنتكلم النهاردة إن شاء الله على التحكم باستخدام أجهزة الـ PLC اللي هي أجهزة التحكم المنطقية المبرمجة في البداية طبعا كان فيه جزء كده بيتكلم على استخدامات المعالج الدقيق في التحكم بتكلم عنها بسرعة كده وبعدين نخش على أجهزة الـ PLC احنا عارفين طبعا زي ما خدنا في الحلقات اللي فاتت استخدام الحاسب في التحكم الرقمي وزي ما قلنا أننا لما باستخدم الحاسب في عمليات التحكم طبعا برفع من كفاءة الجودة الانتاجية سرعة الانتاج بتبقى بتزيد الكفاءة عالية نسبة الأخطاء بتقل ففي مميزات كتير ولكن احنا عارفين طبعا ان في تطبيقات كتير ما بنبقاش محتاجين حاسب أو كمبيوتر يعني كامل علشان استخدمه في عمليات التحكم يعني معنا أن الكمبيوتر المكونات بتاعته كتيرة ومكلف وممكن ماكنش محتاج الامكانيات بتاعة الحاسب دي كلها في التطبيق اللي أنا هستخدمه أو اللي أنا هستخدم فيه عمليات التحكم يعني ممكن أكون عايز مثلا دايرة بسيطة تتحكم فيه شدة إضاءة مثلا تتحكم فيه سرعة مطور يعني تطبيقات بسيطة ففي الحالة دي بدل ما أجيب كمبيوتر كامل ونحمل عليه برنامج للتحكم اللي هو البرنامج الصغير ده علشان يتحكم في الحاجة البسيطة دي لا فبقى فيه دواير إلكترونية بنسميها دواير التحكم الدواير دي بتبقى دايرة بسيطة وبتكون مكونة من الأجزاء الأساسية اللي أنا محتاجها لكن أي جزء أنا مش محتاجه أو أي مكون مش محتاجه بستغنى عنه علشان تبقى دايرة دايرة التحكم تبقى حجمها صغير وتكون غير مكلفة وتفي بالغرض يعني تأدي الوظيفة المطلوبة فإيه هي بقى المكونات الأساسية لأي داير التحكم خلاص باستخدام المعالج الدقيق يعني هستخدم معالج دقيق اللي هو المايكرو بروسيسور احنا عارفين طبعا أن الكمبيوتر الوحدة الأساسية فيه أو وحدة التشغيل الأساسية هي مين؟ المعالج الدقيق لأنه هو طبعا اللي بيقوم بإجراء العمليات الحسابية والمنطقية وإجراء عمليات التحكم طيب يبقى أنا هنا في دايرة التحكم اللي أنا هصممها محتاج إيه؟ مايكرو بروسيسور أو معالج دقيق تاني حاجة محتاج ذاكرة بنسميها EBROM الزاكرة ديت بتكون دائمة وقابلة للبرمجة يعني معناها إيه؟ معناها أن الزاكرة ديت أنا هستخدمها علشان أخزن فيها برنامج التحكم ويفضل البرنامج ثابت في الزاكرة دي حتى بعد إطفاء النظام يعني لو أنا فصلت الطريق الكهرابي برضو تفضل محتفظة بالبرنامج المخزن فيها ولكنها قابلة للبرمجة يعني ينفع أن أنا أمسح البرنامج اللي موجود فيها اللي أنا خزنته وأقدر أخزن برنامج جديد طيب ثالث حاجة من المكونات اللي أحتاجها شريحة ذاكرة رام اللي هي ذاكرة مؤقتة إذا كان هناك حاجة إليها يعني لو أنا هحتاج ذاكرة مؤقتة هركبها في دايرة التحكم لو مش محتاجها يعني البرنامج اللي أنا هستخدمه لو ما كانش محتاج ذاكرة مؤقتة خلاص يبقى مركبهاش عشان نوفر في التكلفة وعدد من بوابات الإدخال والإخراج علشان طبعا نقدر نوصل إشارات الدخل وإشارات إيه؟ الخارج طيب كده يبقى احنا عرفنا المكونات الأساسية لأي دايرة التحكم باستخدام المعالج الدقيق المعالج الدقيق أو المايكرو بروسيسور أربع حاجات زي ما قلنا إيه هما؟ المعالج الدقيق ثاني حاجة شريحة ذاكرة إي بيروم ثلاثة شريحة ذاكرة رام اللي هي المؤقتة رابع حاجة عدد من بوابات الإدخال والإخراج طب ما تيجوا نعرف مع بعض كده إيه هو المايكرو بروسيسور أو المعالج الدقيق يمكن يعني كلنا عارفين لما بنيجي نتكلم على مكونات الحاسب بينهم لوحدة المعالجة المركزية أو الـ CPU وحدة المعالجة المركزية دي هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن معالج دقيق طيب إيه بقى المعالج الدقيق أو المايكرو بروسيسور دا لما جا عرفه أو أقول هو تلك الشريحة ذات الأطراف المتعددة شريحة يعني IC دايرة متكاملة يعني يبقى هو تلك الايه؟ الشريحة ذات الأطراف المتعددة يعني ليه أطراف كتير والقادرة على تنفيذ مجموعة من الأوامر المحددة يعني المعالج الدقيق دا يقدر ينفذ أوامر محددة مثلا زي عمليات الجمع الطرح يقدر يقارن البيانات يقوم بيجراء عمليات منطقية طيب بحيث ينفذ كل أمر عند إعطاء الشفرة الخاصة به يعني ينفذ الأمر إمتى؟ لما نوصله الشفرة بتاعة الأمر اللي هو المطلوب كل أمر يبقى ليه شفرة شفرة يعني إشارة الإشارة دي بتعبر عن إيه الوظيفة المطلوبة أو اللي المفروض ينفذها المعالج يعني مثلا عملية الجمع هيبقى ليها شفرة معينة عملية طرح ليها شفرة معينة لما توصل الشفرة ديت للمعالج الضقيق هو بيقدر يفهمها يعرف إيه المطلوب فينفذ العملية المطلوبة طيب يبقى كده قلنا شريحة المعالج هي عبارة عن إيه؟ تلك الشريحة ذات الأطراف المتعددة قادرة على تنفيذ مجموعة من الأوامر المحددة بحيث ينفذ كل أمر عند إعطاء الشفرة الخاصة به وكلما تعددت هذه الأوامر كان المايكرو بروسسور أسرع في تنفيذ الأوامر يعني إيه؟ يعني المعالج الدقيق دوت لما يكون يقدر ينفذ أوامر كتير كلما تعددت هذه الأوامر يعني يقدر ينفذ أوامر كتير فيكون ايه؟ أسرع في تنفيذ الأوامر وكلما كان أسهل في عمليات المواجهة مع الدوائر المحيطة كان أفضل وعمليات المواجهة يعني عمليات الاتصال يعني المعالج دو مش هيتوصل طبعا ويرسل البيانات بالوحدات المحيطة بيه؟ في عندك وحدات دخل ووحدات خارج وفيه ذاكرة صح؟ طيب لما تكون بقى عمليات الاتصال بين المعالج وبين الوحدات المحيطة بيه دي طريقة سهلة مش يكون أفضل؟ كده احنا عرفنا ايه؟ المعالج الدقيق أو المايكرو بروسيسور طيب فيه برضو ملحوظة مهمة تخص الجزئية دي بنقول أن المعالج الدقيق هو وحدة التشغيل الأساسية بنظام ايه؟ أنا لسه يالها من شوية الحاسب الدقيق يعني الكمبيوتر الوحدة الأساسية في وحدة تشغيل الأساسية هي مين؟ المعالج الدقيق وهو زي ما قلت اللي بيقوم بإجراء عمليات التحكم طبعا خلاص وعمليات التزامن كده عرفنا يعني ايه المعالج الدقيق؟ عرفنا المكونات الأساسية بتاعة أي داير التحكم باستخدام المعالج الدقيق تعالوا نبص مع بعض كده على الشاشة المعالج الدقيق أو المايكرو بروسيسور هو تلك الشريحة ذات الأطراف المتعددة والقادرة على تنفيذ مجموعة من الأوامر المحددة بحيث ينفذ كل أمر عند إعطاء الشفرة الخاصة به وكلما تعددت هذه الأوامر كان المايكرو بروسيسور أسرع في تنفيذ الأوامر وكلما كان أسهل في عمليات المواجهة مع الدوائر المحيطة كان أفضل الشكل دا طبعا بيوضح لي المعالج الدقيق إحنا لسه يلين إن المعالج الدقيق عبارة عن إيه عبارة عن IC زي ما احنا شايفين كده دا شكل لشريحة المعالج 8085 وهنتكلم عليها كمان شوية زي ما احنا شايفين كده عبارة عن IC ليه كم طرف؟ 40 طرف 20 طرف ناحية الليمين و20 طرف ناحية الشمال وطبعا كل طرف منهم بيبقى ليه وظيفة معين ما هي الأجزاء الأساسية للمعالج الدقيق؟ يعني إيه بقى اللي جوه المعالج دا؟ إيه المكونات بتاعته؟ بنقول تتركب جميع شرائح المعالجات من سلاسة أجزاء رئيسية يعني أي معالج بيتكون من إيه؟ أول حاجة مجموعة مسجلات وعدادات تاني حاجة وحدة الحساب والمنطق تالت حاجة وحدة التزامن طيب يعني إيه بقى؟ المسجلات ببساطة كده شوف من اسمها مسجلات إيه بقى المسجلات دي بتستخدم للتخزين المؤقت للبيانات في صورة خانات صناقية يعني أرقام صناقية زي ما احنا قلنا قبل كده في الحلقة اللي فاتت إن الكمبيوتر رقمي المعالج رقمي يعني بيتعامل مع إيه؟ إشارات رقمية اللي هي عبارة عن الصفر والواحد لما قلنا برضو إن إحنا هنمثلها بإيه؟ موجة مربعة لما تكون عند المستوى العالي فوق يبنقول عليها بواحد لما تكون عند المستوى المنخفض تحت يبنقول عليها إيه؟ صفر فالمسجلات هنا بتستخدم في إيه بقى؟ المسجلات دي جزء من المكونات اللي داخل المعالج الدقيق بتستخدم في إيه؟ في تخزين البيانات بصورة مؤقتة في صورة خانات صناقية لحين الحاجة إليها يعني أي بيانات هتدخل للمعالج فالمعالج على طول بيوديها لمين؟ بتدخل كده تروح للمسجلات فالمسجلات دي تخزن البيانات اللي موجودة لحد المعالج ما يحتاجها في إجراء العملية المطلوبة إذا كانت عملية جامعة ولا عملية طرح ولا غيرها يعني طيب المسجلات في منها أنواع في مسجلات عامة الأغراض ومسجلات خاصة الأغراض طب إيه الفرق بينهم؟ من اسمها برضو مسجلات عامة الأغراض يعني معنها بتستخدم لإجراء أكتر من وظيفة وأكتر من غرض وبتكون متاحة للمستخدم للتعامل معها إما يسجل فيها بيانات أو يقرأ منها البيانات طيب المسجلات بقى الخاصة دي تستخدم لأداء وظيفة وحدة لا تحيد عنها وليس هناك وسيلة للمستخدم للتعامل معها بالقراءة أو بالكتاب طيب فيه نوع من المسجلات برضو؟ اسمها مسجلات الإزاحة المسجلات دي بقى وظيفتها إيه؟ المسجلات دي تستخدم لإدخال البيانات توالي وإخراجها بالتوالي يعني معناها إيه؟ ما احنا قولنا برضو أن البيانات دخلة عبارة عن أرقام صنائية الأرقام الصنائية اللي هي عبارة عن إيه؟ النبضات اللي هي 011001 كده طيب تدخل توالي؟ يعني تدخل بت بعد بت يعني رقم صنائي بعدين رقم إيه؟ صنائي يعني مثلاً صفر وبعدين واحد وبعدين صفر وبعدين صفر وبعدين واحد وهكذا فدخلة إيه؟ رقم صنائي رقم صنائي وتخرج توالي فتخرج برضو بنفس الطريقة يعني تخرج برضو إيه؟ بت بعد بت بت يعني رقم صنائي فتخرج برضو رقم رقم يبقى كده إدخال المعلومات بالتوالي وإخراجها إيه؟ بالتوالي طب الوظيفة التانية لمسجلات الازاحة ادخال المعلومات بالتوازي واخرجها بالتوازي يعني ايه؟ يعني البيانات تدخل كلها دفعة واحدة يعني الارقام الصنائية كلها دخلة ايه؟ مع بعض مش رقم رقم ويخرجوا برضو كلهم ايه؟ دفعة واحدة مع بعض فيبقى كده يدخلوا توازي ويخرجوا توازي طب فيه وظيفة تالتة ادخال المعلومات بالتوازي واخرجها بالتوازي او العكس ادخال المعلومات بالتوازي واخرجها بالتوازي او العكس واخر وظيفة دوران المعلومات في اي اتجاه وعكسه طيب كده عرفنا يعني ايه المسجلات وانواعها ووظيفتها ايه بقى العددات اللي احنا قلنا عليها دي؟ برضو من مكونات المعالج من اسمها العدادات تستخدم لعد النبضات الدخلة إليها ما هو عداد يبقى هيعد إيه؟ هيعد النبضات طيب تصاعديا أو تنازليا يعني ممكن يعد تصاعدي وممكن يعد إيه؟ تنازلي وخرج العدادات دايما توازي ناخد بالنا من الملحوظة دي ساعات تيجي في الامتحان سؤال صح وغلط يجيب لك التعريف كله صح بس في الآخر يقول لك خارج العدادات توالي لا هو خارج العدادات دايما إيه؟ توازي طيب تاني حاجة من المكونات وحدة الحساب والإيه؟ والمنطق من اسمها وحدة الحساب والمنطق يبقى بتستخدم في إيه؟ في إجراء العمليات الحسابية والمنطقية إجراء العمليات الحسابية والإيه؟ والمنطقية طيب زي إيه؟ العمليات الحسابية زي عمليات الجمع وعمليات الترح طب والعمليات المنطقية زي عمليات المقارنة باستخدام بوابات المنطق اللي هي AND و OR و X OR خدتوا البوابات دي طبعا في سنة تانية ثالث حاجة من المكونات وحدة التزامن وحدة التزامن دي شوف اسمها تزامن تزامن يعني ايه؟ يعني توقيت يبقى وحدة التزامن دي بتستخدم في ايه؟ في تحقيق دق التوقيت تنفيذ العمليات الحسابية والمنطقية داخل المعالج يبقى احنا كده عارفنا المعالج الدقيق بيتكون من ايه؟ ثلاث حاجات زي ما قلنا هم مسجلات وعددات وحدة الحساب والمنطق وحدة التزامن المسجلات تستخدم للتخزين المؤقت للمعلومات في صورة خانات صنائية داخل المعالج لحين الحاجة اليها طيب انواع المسجلات نوعين زي ما قلنا اول حاجة مسجلات عامة الاغراض تستخدم في كثير من الاغراض وتؤدي اكتر من وظيفة وتكون متاحة للمستخدم للتعامل معها اما يسجل فيها او يقرأ محتوياتها طيب النوع التاني اسمها مسجلات خاصة الاغراض وهنا تقوم باداء وظيفة وحدة لا تحيد عنها وليس للمستخدم اي وسيلة للتحكم فيها سواء بالقراءة او بالكتابة طيب الاجزاء الاساسية التي تتكون منها اي دائرة تستخدم المعالج الدقيق في اغراض التحكم العامة قلناها من شوية اربع حاجات اول حاجة المعالج الدقيق او المايكرو بروسيسور وقد تم تهيئة جميع مساراته لعملية المواجهة مع الدوائر والاجهزة المحيطة طيب يبقى المعالج هو اهم حاجة طبعا طيب تاني حاجة شريحة زاكرة اب روم اللي هي زاكرة دائمة وقابلة للبرمجة وتحتوي على برنامج التحكم طيب تالت حاجة شريحة زاكرة رام اللي هي زاكرة مؤقتة اذا كان هناك حاجة اليها من قبل البرنامج طب لو احنا مش محتاجينها خلاص مش هنركبها في الدائرة اخر حاجة من المكونات عدد من بوابات الادخال والاخراج حسب الحاجة والتطبيق يعني دلوقتي لو انا محتاج اعمل دائرة تحكم بسيطة دائرة تحكم مثلا في سرعة مطور مثلا باستخدام المعالج الدقيق يبقى المكونات اللي انا احتاجها ايه هم الاربع مكونات اللي احنا قلناه معالج زاكرة ونخزن فيها برنامج التحكم اللي هيتحكم في سرعة المطور وزاكرة مؤقتة اللي هي رام وبوابات ادخال واخراج شوفوا المكونات قليلة ازاي المكونات دي كلها تتحط على لوحة باكسولين وتبقى دائرة التحكم دائرة بسيطة ودائرة صغيرة يبقى كده قدرنا ان احنا نعمل دائرة تحكم بسيطة غير مكلفة وتفي بالاغراض او الوظيفة المصممة لها يعني تقدي الوظيفة المطلوبة منها طيب كده احنا عرفنا الاجزاء والمكونات اللي بتكون منها اي دائرة تحكم باستخدام المعالج في بقى اجهزة اسمها اجهزة تحكم المنطقية المبرمجة اللي هي اجهزة البي ال سي المتحكمات المنطقية المبرمجة معناها ايه في نوع بقى من اجهزة التحكم دي مصممة خصيصا للتحكم في العمليات الصناعية يعني في الالات والماكينات اللي في المصانع زي ما اخدنا فكرة الحلقة اللي فاتت عن التحكم الرقمي وولنا التحكم باستخدام الحاسبات وشوفنا امثلة على كده وكنت جايب لكم فيديو كان بيوضح الة او مكينة ومتوصل معها جهاز كمبيوتر وعليه برنامج للتحكم وهو اللي بتحكم في تشغيل الالة داية طيب في اجهزة تانية بقى تم تصنيعها وتطويرها اسمها اجهزة التحكم المنطقية المبرمجة الاجهزة دي هي مصممة خصيصا للتحكم في الالات والعمليات الصناعية لكن اجهزة الحاسبات لا دا بتبقى ذات اغراض كثيرة واغراض عامة يعني بقدر استخدمها في حاجات كتير لكن اجهزة البي ال سي هي تصميمها عشان تستخدم في اجراء عملية التحكم طيب يعني ايه بقى اجهزة البي ال سي او اجهزة التحكم المنطقية المبرمجة بنقول هي عبارة عن اجهزة الكترونية رقمية لها ذكر ويمكن برمجتها وتستطيع تنفيذ الاوامر واجراء العمليات الحسابية والمنطقية والتتابعية والتزامنية بغرض ايه؟ التحكم في الآلات والعمليات الصناعية يعني معناها ان الاجهزة دي هي يعني تشبه في المكونات كده تشبه مين؟ الحاسب او الكمبيوتر بنستخدمها في ايه؟ بنستخدمها في اجراء عمليات ايه؟ عمليات التحكم طيب تعالوا نشوف مع بعض كده الاجهزة دي بتتكون من ايه؟ احنا قلنا هي اجهزة الكترونية رقمية لها ذاكرة يمكن برمجتها وتستطيع تخزين الاوامر ومعالجة العمليات المنطقية والتتابعية والتزامنية والعمليات الحسابية بغرض التحكم في الآلات والعمليات الصناعية طيب ما هي الوحدات الاساسية بقى التي تتركب منها؟ شايفين الشكل اللي قدامي على الشاشة ده بيوضح لي المكونات الاساسية لاجهزة البي ال سي لو خدتوا بالكوا كده هتلاقي عندي وحدة دخل والغرض منها طبعا ايه؟ ان انا بدخل اشارة الاشارة المطلوبة لجهاز البي ال سي اشارة الدخل والمداخل دي بتبقى انواع وهنعرفها دلوقتي فيه انواع تماثلية وفيه انواع ايه؟ رقمية تاني حاجة وحدة المعالجة المركزية وحدة المعالجة المركزية دي يعني عبارة عن معالج دقيق او مايكرو بروسيسور وطبعا معاه وحدة ايه؟ زاكرة وعندي وحدة الخرج وطبعا دي بتقوم باخراج اشارات التحكم بقى المطلوبة وعندي وحدة البرمجة وحدة البرمجة دي بتستخدم لبرمجة جهاز البي ال سي ببرنامجه يعني ايه؟ احنا اتفقنا ان اجهزة البي ال سي ديت اه اجهزة الكترونية وانا بحمل عليها برنامج او برمجها يعني علشان تقوم بأداء وظيفة معينة او تنفذ اوامر معينة في وحدة برمجة بتبقى مع جهاز البي ال سي بقدر من خلالها ان انا احدد الاوامر المطلوبة علشان جهاز البي ال سي ينفذها وحدة المشغل وحدة المشغل دي وحدة بتكون خاصة بالمستخدم العادي بتبقى طبعا على وجهة الجهاز مجموعة من الازرار او المفاتيح وشاشة صغيرة من خلالها بيستطيع المستخدم التعامل مع جهاز البي ال سي يبقى احنا كده عارفنا المكونات اهو في حاجة كمان بقى مش واضحة على الرسمة اللي هي ايه وحدة مصدر القدرة وحدة مصدر ايه القدرة احنا عارفين ان اي جهاز الكتروني لازم له مصدر تغذية عشان يمدوا بالطاقة الكهربية اللازمة لتشغيله طبعا ممكن تكون عبارة عن بطاريات او تكون عبارة عن وحدة تغذية يعني داير التوحيد بتوحد طبعا طيار المتغير وبتحوله الى طيار مستمر وتخفضه بالكيمة المناسبة عشان تشغل المراحل المختلفة بتاعة الجهاز يبقى كده المكونات الاساسية قدامنا هو بتاعة جهاز البي ال سي وحدة دخل وحدة خارج وحدة معالجة مركزية وذاكر وحدة المشغل وحدة برمجة وحدة مصدر القدر طيب تعالوا كده نتكلم باختصار عن كل حاجة من دي يعني ايه وحدة الدخل وحدة الدخل دي بتستقبل اشارات الدخل وتجهزها علشان تستطيع وحدة المعالجة المركزية التعامل معها طيب ما فيمناش حاجة يعني ايه برضو وحدة الدخل دي نوعين مداخل تماثلية ومداخل ايه رقمية المداخل دي ممكن تكون عبارة عن انواع من الحساسات زي ما خدنا في حلقات قبل كده وتكلمنا عن الحساسات ايه الحساسات دي بتستقبل طبعا اشارة الدخل واشارة الدخل دي ممكن تكون عبارة عن ايه كمية طبيعية او فيزيائية زي مثلا درجة حرارة زي سرعة مطور زي مثلا شدة الضوء بتحولها لإشارة كهربية مناسبة وتحولها لإشارة رقمية وتدخلها المين لوحدة المعالجة المركزية عشان تستطيع التعامل معها طيب يبقى كده المداخل او وحدات الدخل عبارة عن وحدات بتستقبل اشارة الدخل وتكون بتجهزها حتى تستطيع وحدة المعالجة المركزية التعامل معها تنقسم بقى وحدات الدخل دي لنوعين مداخل تماثلية ومداخل رقمية مداخل تماثلية يعني ايه يعني معناها انها بتتغير القيمة بتاعتها من قيمة صغرى الى قيمة ايه كبرى مثل حساس قياس مستوى السائل يعني ايه يعني لو احنا عايزين نقيس مستوى سائل داخل الخزان ونحولها لإشارة كهربية ونوصلها لجهاز الـ BLC في نوع كده من الحساسات تحطوا جول ايه الخزان كلما مستوى السائل يرتفع كلما يزيد يعني يتملي الحساس دوت يديني إشارة كهربية الجهد بتاعها يبدأ ايه يزيد كلما الخزان يتملي شوية الجهد هنا ايه يزيد اكتر يبقى هنا الإشارة هنهوت بتاعت المدخل التماسولي بيحصل لها ايه تتغير من قيمة صغرى الى قيمة ايه كبرى مثل حساس قياس مستوى السائل حيث ينخفض ويرتفع الجهد عند المدخل التماسولي حسب انخفاض وارتفاع مستوى السائل طيب بالمثل بقى مش لازم مستوى سائل بس يعني ممكن يبقى حساسات لدرجة الحرارة مثلا درجة الحرارة Z درجة الحرارة L فنلاقي الجهد عمال ايه يزيد او ايه يقل على حسب درجة الحرارة طيب النوع التاني اسمها مداخل رقمية المداخل الرقمية بقى يعني معناها ايه المداخل دي بتتغير بين كمتين يا صفر يا واحد يعني يا مستوى منخفض يا مستوى ايه عالي ON أو OFF ودي ابسط مثال لها المفتاح المفتاح الضغط لما ندوس عليه وصل يبقى كده ON يعني كأنها بواحد فصلنا يبقى كده ايه OFF او معناها صفر يبقى الاشارة بتاعته حاجة من اتنين يا ON يا OFF او واحد او صفر عشان كده بنسميها مداخل ايه رقمية بالمثل بقى المخارج او وحدات الخارج وحدات الخارج برضو دي بتستقبل اشارة الخارج من وحدة المعالجة المركزية وتوصلها المين بقى للخارج للوحدة اللي هيتم التحكم فيها المخارج نوعين برضو مخارج تماثلية ومخارج رقمية مش هنعيدهم تاني بقى يبقى احنا عرفنا يعني ايه تماثلية يعني ايه رقمية طيب عندي وحدة المشغل يمكن قلتها من شوية وحدة المشغل ديت عبارة عن ايه عبارة عن وحدة بتكون خاصة بالمستخدم العادي بيستطيع من خلالها تشغيل جهاز البي ايل سي وحدة البرمجة برضو بيستطيع المشغل يعني او المستخدم من خلالها برمجة جهاز البي ايل سي ببرنامجه وحدة القدرة طبعا او مصدر القدرة بتقوم بتوفير متطلبات الطاقة القهربية اللازمة لتشغيل جهاز البي ايل سي انواع الزاكرة بقى المستخدمة مع اجهزة البي ايل سي عندي تلات انواع النوع الاولين اسمها زاكرة مؤقتة اللي هي رام والزاكرة المؤقتة دي تستخدم للتخزين المؤقت للبيانات لانها تفقد محتوياتها عند فقد التخزية بالطاير الكهرابي يعني طول ما الجهاز شغال وفيه طاير كهرابي متوصل للجهاز هي محتفظة بالبيانات اللي موجودة فيها اول ما ندفي الجهاز تفقد هي المعلومات اللي فيها وتتمسح طيب تاني نوع من الزاكرة زاكرة دائمة اللي هي رام الزاكرة دي بتكون للكراءة فقط يعني تستخدم للكراءة فقط دون الكتابة فيها ولا تفقد محتوياتها عند فقد التخزية بالطاير الكهرابي يعني معناها الجهاز شغال او الجهاز مطفي فاصلين الطاير الكهرابي عنه هي محتفظة بالمحتويات بتاعتها علشان كده دي بتستخدم لتخزين برنامج او المعلومات الخاصة بنظام التشغيل يعني اي جهاز زي مثلا جهاز بي ال سي السيستم بتاعه اللي هو نظام التشغيل بيكون متخزن فين في الزاكرة الدائمة اللي هي الزاكرة روم طيب تالت نوع اسمها زاكرة دائمة قابلة للبرمجة اللي هي طيب الزاكرة دي ايه الغرض منها مصممة لسهولة الكراءة منها ولا يمكن الكتابة فيها بسهولة بس يمكن الكتابة فيها عن طريق اجهزة برمجة يعني معناها ايه ان الزاكرة دي هتبقى دائمة يعني معناها لو انا طفيت الجهاز برضو هي موجودة مش هتتمسح ولكن بيمكن الكتابة ولا يمكن الكتابة فيها بسهولة إلا عن طريق أجهزة برمجة يعني معناها ينفع عمسح محتوياتها وخزن فيها برنامج جديد علشان كده الزاكرة دي بتستخدم لتخزين إيه؟ برنامج التحكم كده إحنا عرفنا أنواع الزاكر ما هي بقى المتطلبات اللازمة للتعامل مع أجهزة الـ PLC؟ يعني إيه؟ أنا دلوقتي علشان أتعامل مع أجهاز بي أل سي أو علشان أشغاله محتاج إيه؟ أول حاجة جهاز الـ PLC طيب تاني حاجة محتاج جهاز برمجة علشان أبرمج جهاز الـ PLC بالبرنامج المطلوب ما إحنا اتفقنا أن جهاز الـ PLC دوت هو مشتغلش من دماغه الجهاز دوت أنا بخزن في الزاكرة بتاعته برنامج للتحكم عشان يأدي وظيفة معينة عشان يتحكم في درجة حرارة مثلا علشان يتحكم في سرعة مطور أو غيرها طيب يبقى أنا محتاج جهاز برمجة علشان أقدر أخزن البرنامج في الزاكرة بتاعت جهاز الـ PLC أو بنقول إيه؟ برمجة جهاز الـ PLC طيب وممكن أستخدم الكمبيوتر كجهاز برمجة يعني إيه؟ يعني جهاز الـ PLC بيبقى ليه كابل الكابل دوت ممكن نوصله في الكمبيوتر وقدر أحمل برنامج التحكم من الكمبيوتر وخزنه في الزاكرة بتاعت جهاز الـ PLC يبقى كده عندي إيه؟ جهاز بـ PLC جهاز برمجة وكابل توصيل كابل التوصيل زي ما قلنا علشان أوصل جهاز البرمجة بجهاز الـ PLC طيب تالت حاجة برمجيات البرمجة رابح حاجة برمجيات إيه؟ البرمجة اللي هو البرنامج نفسه بقى اللي إحنا مصممينه علشان يتحكم فيه عملية معينة زي ما قلت مثلا التحكم في سرعة مطور يبقى أنا البرنامج ده خلاص هجيبه وأحمله من خلال جهاز البرمجة أحمله فين؟ في الزاكرة بتاعت جهاز الـ PLC وآخر حاجة عناصر فعل الحركة طيب يبقى كده المكونات أو المتطلبات اللازمة للتعامل مع أجهزة الـ PLC خمس حاجات جهاز بـ PLC جهاز برمجة برمجيات برمجة أو السوفت وير كابل توصيل وعناصر فعل الحركة برمجة أجهزة الـ PLC طيب لما يجي أنا عايز أبرمج جهاز الـ PLC معناه إيه البرمجة؟ مقصود بيها إيه؟ بنول يقصد ببرمجة أجهزة بـ PLC إنشاء مجموعة من الأوامر لتأدية مهمة معينة يبقى مقصود ببرمجة أجهزة الـ PLC إيه؟ إنشاء مجموعة من الأوامر لتأدية مهمة معينة إحنا عارفين إن البرنامج أصلاً هو عبارة عن إيه؟ مجموعة أوامر طيب تنقاسم طرق البرمجة لجهاز الـ PLC لطرق مختلفة ثلاث طرق إيه هما؟ طريقة الأولانية المخطط السلامي لادر دياجرام أو LAD طريقة التانية المخطط الصندوقي الوظيفي FBD طريقة التالتة قائمة التعليمات أو الإجراءات STL يبقى طرق برمجة الـ PLC ثلاث طرق مخطط السلامي مخطط الصندوقي قائمة التعليمات طيب ما تيجوا يعني ناخد فكرة بسيطة كده سريعة على الأنواع دي يعني إيه المخطط السلامي؟ يعني معناها إن البرنامج اللي أنا هصممه البرنامج دو شكله يشبه السلم عشان كده بنسميه إيه المخطط السلامي يعني إيه يشبه السلم دي؟ يعني معناها إحنا عارفين إن السلم بيبقى عبارة عن إيه قائم أيمن وقائم إيه أيصر وبينهم الدرجات أو العرضات اللي إحنا إيه بنتلع عليها طيب لما أجأقول بقى إن البرنامج هنا بيشبه السلم معناه إيه؟ معناه القائم الأيصر يمثل بداية الأمر القائم الأيصر يمثل بداية إيه الأمر والقائم الأيمن نهاية الأمر يعني معناه إن الأوامر تبقى مكتوبة إزاي؟ من اليسر إلى اليمين وكل عرضة تمثل أحد الأوامر يعني معناه إنه كل أمر بيتكتب في سطر طيب يبقى كده المخطط السلامي معناه إيه؟ معناه إن البرنامج بيشبه زي ما قلنا السلم بحيث يمثل القائم الأيصر بداية الأمر ويمثل القائم الأيمن نهاية الأمر وكل عرضة تمثل أحد الأوامر وتبدأ إشارات الدخل منين؟ عند العرضة اليسرى وتنتهي إشارات الخارجة عند العرضة اليمنى طيب وهنشوف مثال دلوقتي كده على برنامج بسيط باستخدام المخطط السلامي علشان نفهم أكتر يعني طريقة تانية المخطط الصندوقي الوظيفي يعني معناه إن البرنامج ممكن يتعامل بطريقة تانية اسمها المخطط الصندوقي يعني معناه إن الأوامر أو التعليمات بتكون عبارة عن إيه؟ صندوق الصندوق يعني مربع كده وبمكتوب فيه اسم الوظيفة اللي المفروض هيقديها زي مثلا وظيفة عملية AND أو وظيفة عملية OR وهنعرف الكلام دوت برضو بالتفصيل بعد كده إشارات الدخل بتبقى على اليسار الخارج بيبقى على اليمين يبقى كده البرنامج هنا بيبقى برنامج عن إيه؟ صندوق مكتوب فيه اسم الوظيفة اللي هيقديها يعني اسم العملية المطلوبة إشارات الدخل بتكون على اليسار الخارج على اليمين طب الطريقة الثالثة اسمها قائمة التعليمات أو STL شوف من اسمها قائمة التعليمات يبقى معناها إيه؟ معناها إن أنا بكتب أوامر مش برسم بقى يبقى الطريقتين الأولانين اللي هو المخطط السلامي والمخطط الصندوقي كان فيهم رسومات لكن قائمة التعليمات هنا عبارة عن إيه؟ عن أوامر مكتوبة طب ما تيجوا نبص كده ونشوف على الشاشة مثال عشان نفهم أكتر بيقول لكم بكتابة برنامج لتمثيل وظيفة أند باستخدام المخطط السلامي اللي هو اللي إيه دي ومرة أخرى باستخدام قائمة التعليمات اللي هي STL تعالوا وقعه عشان نشوف الفرق ما بينهم بص كده ده إيه؟ المخطط السلامي بص كده هنا شايفين الخط اللي على اليسار ده ده بنسميه القائم الأيصر طب الخط اللي على يمين دوت بنسميه القائم الأيمن دي بنسميها إيه؟ عرضة يعني أحد الأوامر طب لو فيه البرنامج كبير شوية وفيه أوامر تانية هنلاقي فيه واحدة زي دي تحتيها لو فيه تانية تحتيها يبقى إيه؟ عبارة عن إيه؟ بقت بالزبط تشبه السلم نازلة تحت بعضها كده خلاص؟ يبقى ديت كده إيه؟ أحد الأوامر هو في سطر لو فيه أمر تاني هنلاقي القائم الأيصر ده طويل كده وده طويل ها؟ اللي هو القائم الأيمن وفيه برضو بينهم كده إيه؟ عرضة أخرى اللي هي تمثل إيه؟ أمر آخر طب ده معناه إيه بقى اللي معمول قدامي الرسمة اللي قدامي دي زي ما احنا قلنا إن إشارات الدخل ها؟ بتم تمثلها عند العرضة اليسرى أهي على اليسار وإشارات الدخل دي بنعبر عنها بالمفاتيح أو التلامسات شايفين كده الرمز ده؟ الرمز دوت كده بنسميه إيه؟ تلامس أو مفتوح يعني كأنها نقطتين تلامس يعني زي المفتاح ده كده تلامس مفتوح يعني كأنه مفتاح إيه؟ مفتوح فاصل لو فيه خط كده جوه كده موصل لتنين ببعض يبقى بنسميه تلامس مغلق يعني كأنه مفتاح إيه؟ مقفول موصل يعني طيب ده كده إشارة الدخل اسمها إيه؟ أو العنوان بتاعها إيه؟ I يعني input يعني دخل والعنوان بتاعه I 1.0 طيب الدخل الآخر العنوان بتاعه إيه؟ I يعني الدخل 1.1 طيب معناه إيه بقى؟ اللي مكتوب دوت معناه طالما أنه دول متوصلين على التوالي يبقى معناه وظيفة إيه؟ and إحنا عارفين طبعا وظيفة and بيتم تمثيلها بمفاتيح متوصلة على إيه؟ على التوالي طيب لو كانت or كانوا يبقوا دول على التوازي يبقى ده كده يبقى تحتية طيب إشارة الخارج بقى بص كده على اليمين مكتوب هنا إيه؟ القوسين دول الأقواس دي يعني معناها الخارج ومكتوب هنا إيه؟ q2.2 يعني معناه الخارج اللي عنوانه هيكون فين في الزاكرة هيتسجل في الزاكرة في البيت رقم 2 من البيت رقم 2 يعني ده عنوان البيت وعنوان البيت في الزاكرة طيب كده ده شكل لبرنامج عشان ينفذ وظيفة إيه؟ وظيفة and يعني معناها إيه بقى؟ عشان نفهمها كده ببساطة أنا عندي إشارتين للدخل الإشارتين دول ممكن واحدة منهم تبقى بواحد والتانية بصفر أو واحد والتانية بواحد أو صفر والتانية بصفر طيب ما هدي الاحتمالات اللي ممكن تكون موجودة هنا بقى البرنامج دوت معناه إيه؟ معناه إنه بيقول لي نفذ وظيفة and وفاكرين وظيفة and كنا بنقول عليها عملية الضرب يعني معناها إيه؟ لازم الدخلين يكونوا بواحد عشان الخارج يبقى إيه؟ يبقى بواحد يبقى فيه إشارة خارج لكن لو الدخلين دول واحد منهم بصفر خلاص كده يبقى الخارج بصفر يبقى ده برنامج لتنفيذ وظيفة إيه؟ بوابة and اللي هي عملية الضرب زي ما قال يعني لازم المدخلين يكونوا بواحد عشان الخارج يبقى بإيه؟ بواحد طيب البرنامج الثاني بقى باستخدام قائمة التعليمات خدوا بالك هو نفس البرنامج خلاص؟ بس هنا مكتوب بصيغة أخرى اللي هي مين؟ اللي هي قائمة التعليمات أو stl لو بصينا كده هنلاقي هنا إيه؟ بص مكتوب أول رمز إيه؟ حرف الإيه؟ وإيه يعني and؟ إيه يعني and؟ طيب مكتوب جنبها إيه؟ i يعني الدخل اللي هو input والعنوان بتاعه one point zero طيب وبعدين الأمر التاني إيه برضو؟ يعني and ومكتوب جنبه إيه؟ i يعني الدخل اللي عنوانه إيه؟ one point one يعني معناها إيه؟ معناها نفذ وظيفة and على المدخلين المدخل اللي هو i one point zero ده عنوانه في الزاكرة يعني الإشارة ديت لما بتدخل لجهاز البلسي بتتخزن فين؟ في الزاكرة؟ في العنوان ده طيب أنفذ وظيفة and على المدخلين المدخل الأولاني اللي هو i one point zero والمدخل التاني اللي هو i one point a one طيب إشارة الخارج الناتج بقى بتاع العملية هيسجله فين؟ بص كده يساوي q two point two اللي هو الخارج ده هو تمام؟ طيب يعني معناه إيه؟ الناتج بتاع العملية دي؟ هتسجله في الزاكرة فين؟ في العنوان اللي هو زي ما قلنا قبل كده البت رقم اثنين من البيت رقم اثنين و b ايه معناها block end يعني نهاية الفقرة أو نهاية البرنامج طيب خدوا بالكم ما كده البرنامجين دول هما واحد بس مكتوبين مكتوبين بطريقة مختلفة يعني البرنامج الاولاني معمول بالمخاطط السلامي او ال ايه دي؟ البرنامج التاني هو نفسه بس مكتوب بطريقة برمجة اخرى اللي هي اسمها ايه؟ قائمة التعليمات او STL طبعا يعني اجهزة ال PLC اه بنستخدمها اه لتنفيذ بقى برامج كبيرة وبرامج معقدة يعني البرنامج اللي احنا شفناه دوت بس برنامج انا جاي بولكم برنامج بسيط خالص كده علشان نفهم بس هو جهاز ال PLC دوت بيتبرمج ازاي؟ او بينفذ الاوامر ازاي؟ تمام؟ فده مثال بسيط خالص لتنفيذ عملية اللي هي زي وظيفة ايه؟ وظيفة عملية انت اه فيه طبعا امثلة اخرى موجودة في المنهج لما نيجي بقى ان شاء الله ناخد بقى في الحلقات بقى اللي جاية وندرس الكلام دوت بالتفصيل فهنبدأ ناخد بقى برامج اكبر ونحول البرنامج مرة بالمخاطط السلامي ومرة نحوله لقيمة التعليمات او العكس وناخد بالنا ان ده سؤال مهم وبيجي في الامتحانات ويعني هو سؤال مش صعب يعني بس يعني عايز الناس تبقى فهمه كويس عشان تعرف تكتب الاوامر صح وما تغلطش في حاجة فيها تعالوا نكمل كده نبص على الشاشة في حاجة اسمها نظم التحكم الهايدروليكية ده بقى يعني في الباب التالت في التحكم بيتكلم على نظم التحكم الهايدروليكية والنيوماتية معناها ايه؟ نظام التحكم الهايدروليكي بنقول هو نقل القوة والحركة والتحكم فيها بواسطة المواقع المضغوطة ويمكن من خلالها الحصول على قوة كبيرة باستخدام عناصر ايه؟ صغيرة معناه ايه بقى الكلام ده؟ نظم الهايدروليكية لو احنا بصينا كده هنلاقي معظم الالات الحديثة بقينا نستخدم فيها نظم تحكم بنسميها نظم هيدروليكية يعني معناها ان انا بستخدم السوائل المضغوطة وفي الغالب بيبقى عبارة عن زيت مضغوط علشان احصل على قوة كبيرة تشغل الالات والمعدات ديه وهنلاقي الكلام دوت بقى منتشر جدا دلوقتي في كل التطبيقات وفي كل المجالات اللي حوالينا يعني في العربيات السيارات هنلاقي فيه نظام هيدروليكي العربيات النقل هنلاقي اللي هي الكبيرة اللي بتشيل اوزان تقيلة الاوناش والروافع هنلاقي بتشغل بالنظام ايه؟ الهايدروليكي الالات في المصانع الالات المكن المكابس اللي احنا بنحتاج طبعا قوة كبيرة جدا علشان المكابس ديه تتحرك وايه وتنزل كده على الالواح السوج مثلا الالواح المعدن علشان تشكلها محتاجين قوة كبيرة فطبعا بقينا نستخدم النظم الهايدروليكية علشان ايه؟ اقدر ان انا احصل على قوة كبيرة جدا باستخدام عناصر ومكونات ايه؟ صغيرة ازاي؟ عن طريق السوائل المضغوطة يعني ببساطة جدا كده تكون عبارة عن ايه؟ مضخة صغيرة المضخة ديه بتسحب زيت من خزان الخزان دوت في زيت المضخة تسحب الزيت من الخزان وتضغطه بقوة كبيرة تحت ضغط عالي الى داخل الدايرة الهايدروليكية داخل الدايرة الهايدروليكية دي يعني ايه؟ مسارات مواسير ها؟ هتمر هيمر فيها الزيت المضغوط دوت ويمر طبعا من خلال سمامات السمامات ديت اللي ها سمامات تحكم عشان نقدر نتحكم في تدفق الايه؟ السائل المضغوط ويمر السائل دوت علشان يروح لمين بقى؟ استوانة هايدروليكية الاستوانة ديت بيبقى فيها مجبس الزيت المضغوط ده لما يدخل جوه الاستوانة يضغط على المجبس فيعمل ايه؟ فيحركه فيبقى انا كده قدرت احصل على ايه؟ على حركة ميكانيكية والحركة ديت بتكون بقوة كبيرة جدا بقدر ان انا استخدمها علشان اتحكم في حمل احمال بتكون اوزانها تقيلة زي المجبس الهايدروليكي المجبس اللي هو بتاع العربيات الكوريك الرفعة بتاعت العربية ما هو ده مجبس هيدروليكي في البنزينة العربية لما بتدخل علشان هيتعمل الله سيونة مثلا ولا هتتنظف ولا بتاع تقف على المجبس وبعد كده المجبس ده يروح رفيقها الفوق بكل سهولة طب القوة ديت جات منين؟ زي ما احنا قلنا عبارة عن ايه؟ قوة هيدروليكية طبعا ايه يعني حد يقول لي طب احنا ما لنا وما للكلام ده؟ ده الشغل ده ميكانيكا صح؟ لا احنا بقى بندرس الكلام ده ليه؟ بندرس الكلام دوت ليه؟ علشان ايه معظم الآلات زي ما قلنا في المصانع بقى تستخدم النظم الهايدروليكية والنظم النيوماتية النظم النيوماتية بقى هي تشبه الهايدروليكية ولكنها بتستخدم الهوى كوسيلة لنقل الطاقة هوى مضغوط طيب انا بقى هتحكم في تشغيل النظم الهايدروليكية دي ازاي؟ عن طريق الاجهزة الالكترونية يا اما باستخدام الحاسبات يا اما باستخدام اجهزة البي ال سي تمام؟ يا اما بدوائر تحكم منطقي او تحكم رقمي زي ما احنا خدنا يبقى هنلاقي ان الالة خلاص هي ميكانيكية وفيها نظام هيدروليكي بيشغلها لكن انا هتحكم في تشغيلها من خلال ايه؟ من خلال الاجهزة الالكترونية اللي هي مين؟ يا اما بالحاسبات يا اما باجهزة التحكم المنطقية المبرمجة فهنلاقي كده عند كل جزء بيتحرك في الالة هنلاقي فيه سنسور او حساس الحساسات دي يمكن انا في حلقة قبل كده وريتكم في الحلقة اللي فاتت وريتكم مثال زي كده وشفنا ان عند كل جزء من الالة هنلاقي فيه حساسات او شعيع ليزر بحيث ان المشغولة وهي بتتحرك فتيجي عند شعيع ليزر دوت فتوصل اشارة لمين؟ لجهاز الحاسب فيبدأ ينفذ الامر اللي بعده والالة تقوم باجراء العملية اللي هي اللي عليها الدور يعني التالية وهكذا فنلاقي ان الالة هنا عند كل جزء فيها فيه حساسات دي طبعا بتبقى الكترونية والحساسات دي متوصلة بمين؟ بجهاز التحكم اللي هو ممكن يكون كمبيوتر او ممكن يكون جهاز بي ال سي والجهاز طبعا هو اللي بتحكم في تشغيل الاجزاء الميكانيكية دي طب هيشغلها ازاي وهيتحكم فيها ازاي؟ عن طريق السمامات عن طريق ايه؟ السمامات دي كأنها محابس السمام ده سمام يعني يسمح لما يتفتح يسمح بتضفك السائل واذا كان هوا مضغوط يسمح بتضفك ايه؟ الهوا اتقفل فيمنع تضفك الايه؟ السائل فبالتالي هقدر اتحكم في حركة الاجزاء الميكانيكية في الالة عن طريق مين؟ عن طريق السمامات طب السمامات دي بتشتغل ازاي؟ السمامات دي بتبقى كهربية يعني السمام ده مش يادوي لا السمام ده بيبقى فيه في السمام نفسه ملف خلاص او بنسميه سلونايد الاشارة الكهربية اللي هي اشارة التحكم اللي جاية من جهاز التحكم اللي هو جهاز بي ال سي او جهاز كمبيوتر مثلا هتروح لمين؟ للملف ده فتبدأ تعمل ايه؟ الاشارة دي تروح مشغلة السمام فالصمام يبدأ يفتح او يبدأ يقفل فيتحكم في الاجزاء الميكانيكية اللي هتتحرك في الالة يبقى فهمنا؟ احنا كده بناخد الجزء دوت في النظم الهايدروليكية والنظم النيوماتية ليه؟ علشان زي ما قلنا ان الالات كلها النهاردة شغالة بالنظم ده هي علشان لها مميزات كتير واحنا بنتحكم في تشغيلها عن طريق مين؟ عن طريق الالكترونيات عن طريق اجهزة البلسية او عن طريق اجهزة ايه؟ الكمبيوتر اه وصلنا النهاردة كده لنهاية الحلقة يارب تكونوا استفدتوا معانا وان شاء الله شوفكم في الحلقات اللي جاية وربنا يوفقكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة